وعم بحكي عن الباحثة السورية هدى شحادي يلي هلأ مؤخراً وقعت كتابة عن المرأة وتحدياتها بمعرض الكتاب عملت كتاب عن تاريخ المرأة رح نحكي معها أكتر عليه وكمان هي حاولت أن تكون بالبرلمان هاي السنة وعملت قبل كتاب بحكي عن تاريخ المرأة السورية بالبرلمان ودخول المرأة السورية على البرلمان من قبل فأنا كتير هيك متحمسة لحتى حاورها وأتعرف عليها أكتر سيدة هودا دنورتيني أهلا وسهلا فيكي شو رأيك أول شي هيك تحكي لنا عن حضرتك أكتر وتعرفين عن حالك أهلا وسهلا فيكي أنا سيدة سورية من سيدات المجتمع ناضلت نقول وعملت وبازلت جهداً كبير لغصلت لهالمرحلة تابعت دراسة بجامعة دمشق ديب انجليزي ودراسات عليا الدبية عملت بكذا النشاطة الاجتماعي المؤسسات المجتمع المدني والآن أسسنا مؤسسة درر التنموية من أجل تمكين المرأة يعطيك العافية والأسرة بشكل عام يعطيك العافية أنا متحمسة نحكي عن كتابك وعن محاور كتابك وكل هدول الأشياء ولكن كمان كتحبي أعرف أنه حكي لنا عن تجربتك بترشحك للبرلمان أنا كوني بي عضوي بحزب البعث العرب الاشتراكي فأنا إلي الحق وهنا يعطونا الحق أنه أنا أترشح كون أنا عندي ميزات أنه شفت حالي أنه قادر أن أعطي لها المجتمع بصراحة هلا قديش نسبة اللي حزب البعث جوات البرلمان بيكونوا خمسين أو ستين بالمئة ولا أكتر؟ لا تقريبا نحن عنا ستين سبتين بالمئة تقدر نقول ستين ستين تقدروا لي لأنه عندك أنت كمان في الفلاحين والعمال وفي المستقلين وكذا فحاولت أنا أنه أترشح رشحت الحمد لله ولكن كونه بعثية تعرفين أنت في هوني مجالات يعني الناس يعني ممكن ما بتعرفك مظبوط أو كذا أو في ما وصلنا أنا أنا بقول لحالي لهالمرحلة من الديمقراطية إنه أنا تقدري تختاري المرشح اللي بدك إياه على المجتمع يعني عمول صراحة كان فيه يعني فئوية شلالية شلالية وا 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 المهم ما مش الحال إنه لمرة تانية إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله طيب شو كانت خطتك الانتخابية؟ والله الأول بداية هتعرفي أنا كوني بعث العرب الاشتراكي هو بداية اللي لازم أنا إنجح وين بالاستئناس البعث اللي عرفتي هاي أول مرحلة قبل ما تعملي خطتك طبعا إنه إذا أنا في عندي أنا هدف قلتلك أنا عندي هدف نائما إنه تمكين الأسرة بالشكل العام صراحة المرأة الطفل الشاب حتى للمسنين حتى عرفت كيف لزوي الاحتياجات الخاصة عندي كان مخطط رائع فلإنه ما توفقت بهالشيء نحنا رجعنا عملنا مؤسسة وإن شاء الله نقدر نشتغل من خلالها ونفيد الإسرة والمجتمع مؤسسة درر درر التنموية إن شاء الله رح نعمل لها إشهار إن شاء الله بتسعة دعش بإذن الله تكون أكيد متواجزين معنا نتشرف يا حبيب بتقلبي طب لو فرضان نجحتي وكنت يهلق بالبرلمان شو كنتي قدرت يعملتي اليوم أكيد نفس العمل يعني الناجح يعني إن كان على خارج البرلمان أو داخله بده يشتغل لصالح البلد وشو احتياجات البلد صراحة بدي أعمل عليها لعنجاحها شو أكتر شي من احتياجات البلد بتحسي بالبرلمان ممكن يفيدونا فيه أنا بتصور إنه تعديل القوانين الخاصة بالمرأة السورية يعني في قوانين في قوانين أعطيتها حقها بس في ممكن شوية تعديلات عليها عرفت كيف فممكن نحن هاي نعمل عليها نشتغل عليها لحتى إنه نوصل للهدف اللي بدنايه صراحة هل لديك اطلاع القانون السوري كله؟ القانون السوري أنا عندي اطلاع بكتابي أنا هذا المرأة حطة محور من المحاور المرأة في الدستير السورية من 1920 أول دستور إلى عام دستور 2012 فحطة المواد التي تتضمن بس الأسرة السورية المرأة الأسرة السورية فمن هون أنا حتى إنه مو بس لقد دستير حطيت كماني تعرجت على القوانين والمراسيم تشريعية الخاصة بالمرأة السورية بتعرف المرأة شو إيلا وشو عالية وشو حقوقها وشو كذا قدي تغير القانون؟ كم مرة تغير من وقت من 1920؟ تغير كتير لأن نحن كدستور نحن بنشعر دستور في عندك قدة دستير أكتر نقطة كانت لصالحنا تغيرت؟ بتصور إنه نحن دستور عام 1973 عطانا حقوقي كاملة في دستور 1954 عطى حق المرأة 53 عطى حق المرأة الاقتراع والترشح للبرلماء ب53؟ 53 ونضموا ب53؟ 53 ترشحت أول السيدة للبرلماء وبالأسف ما نجحت كانت السيدة سورية الحافظ بس إنه حلو كيف ما مننجاح من الرامل قدلنا كانت خطيبة وناجحة وكانت شاعرة أديبة يعني وكان عندها منتدى نسائي فلذلك تخطط كل القيام لعفو العادات والتقاليد اللي كانت سائدة وقدرت تترشح للبرلماء بس للأسف بعدين مش الحال بالألف وتسعمائة والبرلمان الوحدة ترشحتني أيضاً كان عندنا سيدتين جهان موصلي من دمشق والداد الأسهر من اللاذقية هنن أول سيدتين فاتوا أول سيدتين في البرلمان السوري عظيم جهان موصلي كانت محامية وخطيبة ومن ميداع وداد الأسهر من اللاذقية على فكرة إنه هدول ما أجوا انتخاب كانوا عيونة تعيين من مجلس الأمة حتى يتعودوا عوجود مرأة في البرلمان كان عندنا سيدمائتين عظيم لسوريا واربعمية لمصر فهن أول سيدتين نعتبرهم بالبرلمان السوري بزمن الوحدة زمن الوحدة ثم يعني تنامت عدد السيدات في بعد ثماني آزار أخذت جزء من مكتسباتي على فكرة بعض الحقوق طب بالوطن العربي كله بما أنه خبرتك ما نحاول استغل أسئلة عنهم بالوطن العربي كله نحن أول نساء فاتوا على البرلمان ولا مصر قبلنا مثلا يعني لا لا نحن وقت عصر لوحدك إننا نحن ما في سيدات في مصر كان ما بتصور بعدين دخلوا على مصر بس الآن زيادة البرلمان المصري في نساء أكتر من عدد سيداتنا على فكرة أكتر من نساء عنا في كوتا أحسن من كوتا اللي عنا نحن نسبة عنا حالية 12% تقريبا تقريبا وقتسقي إذا كتعمليش للية أنت وسيدات هيك بالبرلمان أنه أنتو تعاملوا مع بعضكم قامتكم بس سيدات لا 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 ما فيهك شي يعني أنا عم أحكي أنا بشكل شخصي أنا على الكتاب اللي عملته عن المرأة السورية لحظتي عن تاريخة تاريخ المرأة السورية من البداية إلى من أول تاريخ العصور القديمة إلى الآن مبروك فنحن بلشنا من عصر الآلهة الآلهة وقت كانوا الجوليات والكيلو باترات منا جوليو دومنا التي كانت جوليو دومنا وعشتار لحظتي كيف حطيت نبزعا شيء ممكن نحن نستفيد منه ونستغله لأنه فيه كتير عالم ما بتعرف نحن أصل المرأة السورية شو كان وكيف كانت كانت حاكمة كانت ملكة كانت إمبراطورة كانت حكيمة يعني لازم نحن مو بس المرأة السورية تفتخر بسوريتها أيضا الرجل السوري يفتخر أنه كانت عنده أم وجدة أنه بهذاك الزمان أنه كانت حاكمة وأميرة وزعيمة وامبراطورة صراحة في إيش تتراجعت لمكانتنا ما تتراجعت يعني حسب الظروف نحن عجلة عنا الاستعمال تعرف الاحتلال العثماني أي أكتر شيء هذا اللي أثر كتير على قيمنا ومبادئنا حتى على الحياة الاجتماعية على عادات على التقاليد كتير تأثرنا للأسف ثلاثمائة سنة للأسف رغم هالشي بعصر النازل كان آخر الحكم العثماني أيضا أنه أنه المرأة بدأت زدأت شو تعمل؟ أنه بالصالونات الأدبية بالجمعيات السرية تصوري أنه صارت تدخل بالجمعيات السرية عملت الصالونات الأدبية عملت مجلة فتحوا مجلات مجلة العروس كانت يكتبوا فيها باسم مستعارة يكتبوا باسم مستعارة وبس عملوا شيء نهضة للثقافة السورية عملوا شيء حتى أنه بعد الانتلال العثماني جينا على العهد الفيصلي العهد الفيصلي أيضا كانت المرأة مناضلة وسائرة حتى أنه دخلت مع معركة ميسلون رافعت يوسف العظمي على حرب بميسلون منهم نازك العابد مع جمعية النجم الحمراء راحوا لانيكا يصعبوا الجرحى ويقدمون الطعام للمجاهدين وبعد ما إجت قلد الملك فيصر رتبة عسكري فخرية رتبة نقيم هذا الشيء متوانا أنه فيه عننا شق الأدبي أيضا والعلمي كانت تدرس وكانت عنا سبات إسطنبوليا أول طبيبة من 1913 كان محد الطب العربي سبات إسطنبوليا الانتداب الفرنسي أيضا عملت أشياء وأشياء صراحة كانت مناضلة شاعرة وكانت تنقل الأسلحة للمقاتلي مجاهدين في كل أنحاء سوريا على فكرة مو بس هوني بيقولك بالغوطة أو بالساحل أو لا كانت يعني جميع مختلف أرجاء سوريا يعني كتب الحياة السياسية تشارك فكانت هي نقدر نقول خزان السورة صراحة كانت تحت الملاءة تحط بتبع بايتها بتحط بالراكبة أو شي حمار أو كذا عفا يعني بتحط هون هون الأسلحة القنابل كذا كتير استشهد منهم على فكرة هاي ضد مين كنا عم نحارب؟ الفرنسيين أنا هوني بالكتاب هاد حطة جميع هي كتير بالاسم حطة كيف استشهدوه وكيف كذا في منهم استشهدوه في يعني بازلت جهد كبير لحتى أحصل على أسماء هدول السيدات اسمه المرأة السورية في التاريخ خلق خلص معرض الكتاب وين بيقدروا يحصلوا العالم على للكتاب؟ هذا موجود في المكتبات في مكتبة اتحاد الكتاب العرب كونه منشور اتحاد الكتاب العرب قديش عم يبيعوا سعره؟ سبعين ألف أوكي تمام يعني ما هالغالي هالقد لأنه أربعين وخمسين تقريبا أسعار الكتاب هو لأنه تاريخي بازلت جهد كبير فيه وحطينا أسماء كتيرة يعني أنا أول ما أنه إجاب بالي أنه ليش لك تكتب هيكي أنا أطلب مني أنه في ندوة أنه أكتب عن المرأة وتمكينها سياسيا واجتماعيا وهو أنا لا بالأول قبل ما أكتب أي شي لازم أتعرف على التاريخ اللي وصلنا كي بدي يمكنها فعلا فمن هنا بدأت الفكرة بدأت أبحث وأبحث وأبحث قلت لازم أنا لقيت أنه من مكان ما دراسة أو فصل أو كذا قلت أنا لازم لاقي شي مكمل كامل مرجع للمرأة السورية بكل من تاريخ من البداية إلى الآن وفعل فضل الله الحمد لله وتعبت علي كتير أين تلاقي مصادرك ومراجعك؟ تقارير أنا أول شي الجريدة الرسمية أخذت من قصاصة ورق صغيرة إذا لقيت عليها خبر بأخذه تقارير الوطنية تقارير التنمية البشرية الموسوعات لحظت بعدين أنا لحظت بصراحة فيه أمور مش صحيحة أدي إليك اليوم كان نعم نشوف بأحد الاستوريات كنا حاطينهم أنه عم يسألوا الزكاء الاصطناعي أنه إذا أنت كنت بشرية بدل الزكاء الاصطناعي كيف بتحصلي على معلوماتك؟ فقعت له أول شي ما بقرب على الإنترنت أبداً بالضبط بالضبط لأنه حيلاقي كتير شغلات هاي هو الزكاء الاصطناعي عم يقلون يعني في كتير شغلات مضللة وبدور بأي بحث غير المشهور عليه بالإنترنت بالضبط ليه إليه على الموضوع ما بيعطيك الأجوة المناسبة مظبوط عم يغير التاريخ عن طريق النات صح؟ بالضبط لحظتي عم يتغير ما بيلاقي أنا فلذلك ما عطنا متلع عليه كتير طب كمرة بالتاريخ بما أنه حضرتك باحثة وهيك قديش التاريخ مزور عنا؟ بنسبة قديش؟ بشكل عام عند البشرية خليني أنا لأ في أنا قريت كذا كتاب على فكرة أنا بلاقيت في أشياء مش مزورة ممكن أحياناً لغط فيها مش صحيحة في فكرة فرضاً لا مهيك هي كانت هيك عدد فرضاً معين من شيء أنت بتعرف هالعدد هذا لشيء مؤسسة أو كذا كان فرضاً مية إننا حاطينه فرضاً أقل أنا بحثت عن هالمعلومة بالذات على شغله لقيتها بالعكس لقيت زيادة لذلك وقت بلاقي أنا مغلوطة غلط في أي مكان أرجع للجريدة الرسمية إن كانت موسقة حكومية شايفة؟ أنا برجع للجريدة الرسمية أولاً هلأ الجريدة الرسمية بحسي إلى مصداقيتها وموجودة يعني بتلاقيها بأي مكان مظبوط لو الكتابك اللي قبل هاد كان عن المرأة بالبرلمان ولا بس حد؟ لا لا كان ذاكرة البرلمان السوري عن البرلمان بشكل عام تمام تعي نحكي شو عليه ونرجع عكتاب لمرأوتها كتبت عن تاريخ البرلمان كيف بداياته أول برلمان بسوريا كان المؤتمر السوري عام 1919 هذا شكي للبرلمان عند الحرب العالمية الأولى أو بعد ما؟ لا لا بعد الحرب العالمية 1919 دخول الأمير فيصان على سوريا والجيش العاري بعد الاحتلال العثماني استلم الأمير فيصان الحكم بسوريا بعدين صار ملك يعني بعدين عشرين صار ملك أول مؤتمر كان هو اسم المؤتمر السوري 1919 كان العدد لحضور الجلسة ستة وتمانين مختلف بلاد الشام بلاد الشام تعرفي كانت سوريا لبنان أردن فلسطين كان أنا ملاقي ممثلين من نابلس من الإردبيد من كذا بهالبرلمان فاللي حضروا المؤتمر هات كانوا ستة وتمانين بس العدد كله كان مية وستة وعشرين فهي المعلومة في كتير ناس متعرفة جينا نحنا بحثنا حطينا بالاسم مين كان عن مندوب عن كذا بعد المؤتمر كان استنتخبه السيد فيه كان ثلاثة رؤساء عليه العابد وبعدين هاشم الأتاسي بعدين إجا واحد ما كمل كان فورا دخل الفرنسيين فما اعتبرنا هاشم الأتاسي هو رئيس المؤتمر وذاك التحضير العابد ثم تتوالت المجالس تعرفي وقت دخل الفرنسيين صار في صعوبة إنه بيتقبلوا ما بيتقبلوا فعملنا قسم سوريا بالألف وسمية وطلعت وعشي أي دويلات صار دويلة حلب دي ولد دمشق دويلة الساحل دويلة فمن هون وافق البرلمان إنه يحل حاله لحاله لا ما كان فيه برلمان نحل بعد وطلع مليك فيصل نحل البرلمان فرد رجعوا عملنا الكتلة السياسية عملتنا انتخابات لدولة دمشق ساوا أي برلمان ساوا دولة دمشق استمر للخمسة وعشرين ثورة سوريا الكبرى كمان الحال كل شي لأنه الفرنسيين ما كان يقبلوا أنه يصير أي برلمان أو أي ديمقراطية بهالبلد الـ 28 صارت جمعية تأسيسية ورجع تشكل برلمان وبلش من هون النضال السياسي بصراحة للبرلمان طيب كان بدي يعني هذا الكتاب اسمه البرلمان في التالي لا لا اسمه ذاكرت البرلمان السوري ذاكرت البرلمان السوري كمان هون متواجد بالمكاتب باسم حضرتك هذا من هيئة سوريا الكتاب كثير عظيم نحاول نحصل عليه كمنا من هون أنا بعدين مشيت بكل الأدوار التشريعية لحتى الدور الثالث وصلنا هلأ دور الرابع تعرفي هو لأنه نشر قبله عظيم طيب حضرتك يعني كباحسك بتحطي بالك إنه كم صفحة الكتاب مسلا هلأها والله في ثلاثمية وكثور يعني ثلاثمية وعشرين يعني بتاهل معك مسلا كل يوم صفحة ثلاثمية وكل سنة بتقدري تعطي كتاب لا ما دخل هي القصة الدخل إنه أنا فتت بشغلة ممكن عدت ست ساعات علي بخلصة بتروح يوم يومين بتجي ببالي رد الفكرة أحيانا أنت تكون هيك عاملة بسترس لي هيك شي بتلاقي يجد فكرة أنا معي ورق أو ألم بكتبها فورا في أحيانا بدي قبل ما تنامي تلاقي كمان بيجي بكتبها فورا في بعدين بلش في أبحث لاحظتي ببحث كتب أحيانا تصوري إنه أنت قيل عن قال بقدر أخد فكرة هلأ في أنا بالدور البرلمانيات بالدور التعيين أنا حطيت لأنه في صور ملقيت صور في عنا عم دور على الصور ابحث فصرت أسأل على أرايبين وين كذا هذا لا قدر أحصل على صورة أنا هون وثقة فموسقة كل الصور تقريبا للبرلمانيات لا كمان السياسيات لا جميع النساء اللي كانوا يعني من سبعين لهلأ اللقيت صورهم تمام عظيمة يعطيكي العافية يعني وشو خطر لك بعدين تكتبي هاد لك طبعا شو خطر لك إنه بدي أكتب عن المرأة وتعريح المرأة وهيك يعني أنه أنت مو مختصة دائما بس عن المرأة قبل كنتي مختصة بغير أشياء تعني بكوية تعليق أنا كل فكرة بتجي بالي كل فكرة شايفي بحاول أنا حطة بالي ويعني درسة مليح أنه هلأ الممكن أنتجها ممكن يطلع معي هالشيء بععد يعني أعود شيء سبوع كذا فكر فيها بعدين انطلق إذا كتبت أول صفحة بكمل أنا يعني ما بوقف أبدا خلاص لأنه أنا قررت هالشي بدي ساوي أخر كتاب وقعته هلأ بمعرض الكتاب السوري وكثير حلو بيحكي عن تاريخ المرأة وخصطها وقبل على البرلمان وهي ترشحت على البرلمان هيك أكشن صاير ولكن كنتي عم نحكي على تحديات التلي عندك تحديات حلوة ما رأوا فيها ناس أو سيدات بكتابك وقدروا ينتصروا طبعا كان هون هلأ أول شيء أول تحدي كان دخول المرأة للبرلمان هذا أول تحدي للمجتمع لأنه ما هي اللي عملته هدا حطة يعني آخر شيء حتى إنه لو كانت هيك إنه مجرد إنه فكرت أو دخلت البرلمان هذا تحدي المجتمع وكثرت العادات والتقاليد التي كانت سائدة أنا داك طب في فقرة بكتابك بتحكي عن أول مرأة سورية كذا أول مرأة سورية طبعا حاطة الرائدات المميزات بكل مجال كان أدبي علمي بالطب يعني بكل ميادين اللي حياة حاطة وبحثت عنه كثير على فكرة هلأ مثل السباة إسطنبولية أول طبيبة عربية عرفا سورية كمان عربية سورية أكيد أول طبيبة سورية في عندي كمان أول مهندسة أول قاضية أول كذا حاطة أول شيء حالوا من أول قاضية؟ أول قاضية اسمها غادة مرات كانت طلعت بمرسومة من رئيس الجمهورية أنزاك المؤقاء لمؤسس حافظ الأسد ومن ثم بعدين أصبحت نائب النائب العام في الجمهورية العربية السورية في عندك كثير من المحاميات مثل مقمولة الشلق كذا كثير الكتاب يعني أنا بحثت لحتى كثير كثير للاقي هيك اسمها يعني قبل هاي القضية ما كان في قاضية سورية أبدا؟ كان في محاميات كان محاميات كان في غير محاميات في طبيبات في عندك لوريس مهر كمان تخرج بالجامعة السورية هي حصل محد السوري للطب في عنا بورانة طرزي كمان هي أول محامية أول محامية أكيد بقبول الشرق كمان كان كمان كانت محامية يعني كان تدخل تدرس المحامة كل الرجال وهي طبعا كان محد السوري هون بعدين صار الجامعة نمشق على فكرة هاي وين وين كانت أي جامعة اللي درست فيها بانياس؟ أنا لا بسم بدمشق قالت بعدين صارت جامعة الديمشق لا لا كان محد المحد الطب كان من هنا آه معهد الطب عقبا بعدين صار كان محد بعدين صار الجامعة السورية لا تستكيف بعدين عندك لا مو بس هيك كانت بهذاك الوقت شاركت المرأة بالمؤتمرات عام 1930 كان عندنا مؤتمرات المرأة الشرقية عقدة في دمشق وكان في كثير من السيدات طبعا هيا الأحمر حضروا آآ مثل اسماء جبريل جبرائيل عبد عيد حرم السيدة فارس الخوري كمان وكان في كثير عنا السيدة نازك العابد كانت بهيا كواكبي آآ حتى إجا فيها شارك في هذا المؤتمر نساء من آآ أفغانستان من مصر بهذا المؤتمر العقدة في فندوق المرأة الخيام انت شخصيا بين هدول النساء كلهم اللي مرأت معهم قصصك أي أكتر مرأة أثرت فيك قصتها وبتحسي أنه هاي بالذات أنه يعني داما بتفكري أول واحدة بتخطر على بالك هي لا أنا الفئر بصراحة نازك العابد إنه بهذاك الوقت تعرفي يعني بألف وتسمع وتقولي 18-16 بهالوقت بعد الحرب العالمية أو أثناء الحرب العالمية الأولى وبعدها آآ تلاقي إنه هي بهذاك الزمن كيف كان مجتمعنا عم فكر كيف كانت العادات والتقاليد إنه مأسورة المرأة ببيتها لحصي ما عندها مجالة تطلع أو كذا أو تتعلم أو كذا هي كانت سائرة كانت إنه هي من بقال العابد كان كلهم دارسين وكلهم فيه بالدولة وهاك فلذلك كان إلى تأثير كتير قوي عندي إنه قدرت تطلع عن نمط هذا المجتمع اللي كان كله بتقولي يعني شي بدي أقولك يعني متعصب متحجر قدرت تنفذ وتطلع وتعمل بارقة أمل للمرأة السورية إنه أنا قدرت أطلع أعمل شيء أنا للكم وكانت أول شيء تسعف الجرحة وتضمدون وتنقل الأكل لهذا مع رفيقاتها بالنجب الحمراء وبعدين رافقته لنصف العظمي على ميسلون وحاربت معه نيكي مو حاربت يعني عم بتتساعد بإسعاف الجرحة والمجتمع هي أسست كمان هلال أحمر معه؟ لكن هي من المؤسسين هلال أحمر بالضبط فلذلك وأتقلد الملك فيه صارت بتنقيب برتبة فخرية هذا الشيء يدعي للفخر والاعتزاد بالمرأة السورية بصراحة ونحن كان نساء سورية يجب أن نفتخر بجداتنا وأمهاتنا إنه لنا تاريخ أكيد أكيد وعندي كمان سورية الحافز كمان كانت قوية ومناضل وكانت أديبة وخطيبة بتحكي وكانت قوية السورات هي على فكرة ضد الاحتلال الفرنسي وترشحت وقدر تاخد يعني حصلت المرأة من خلال من التسعة وأربعين لتلاتة وخمسين حاولت المرأة إنه تاخد شيء من مكتسباتها بصراحة وعفكر حققت شيء سيتهدا يعني بتشوفي صورهم معبايين أنوسي نحن بنشوف بهذا الزمن إنه المرأة زي مفكرة إذا بدأت أنجز أو بدأت تعمل لازم تلبس دور الزكورة أو تحكيه بطريقة خشنة لا ما دخل كانوا بسيدات وشوفي منظر هي الحركة النسوية هلأ اللي عم بتصير يعني شو بتحسي النسوية العالمية يلي هلأ دائما هيك إمباورمنت وومن وهي اللي عم يعملوها لا هي أنا ما عم بتصور هذا إلا تفهم أنا بصراحة يعني ما فيها الوعي الكافي بفعل ما في وعي كافي يعني لأنه المرأة لازم تحافظ على أنوسة أول وأخيرا وبنفس الوقت يعني تكون ناشحة لازم تكون ناشحة أصلا أول بشي إذا كانت تحبي عملها بتنجح ببيتها بتنجح بطريقة الإسرة أنا هادا اللي بعرفه أنا يعني مثل مثلي أنا يعني مثال وين مي وجر وأنا كون ناشحة ببيتي أو بعملي أو بكذا كله بكمل بعض بصراحة يعني تبتدعي كل مرأة لازم شو بتو شو رسالتك للمرأة السورية يلي هلا ب2024 والله بتمنى لك الخير هلا شو بتقول يعني أنه أنت شفتي نساء بالتاريخ مرأة وبتحسي أن المرأة اليوم أخذة مكانة ومكملة مثل أرواحة هلأ ليكي لحنا المرأة السورية بعد الحركة التصحية أخذت مكتسبات بصراحة وزادت هالمكتسبات على هادا السيدة رئيسة الشهر أسد فكل القوانين والمراسيم كلها عم تعطيها حقوقها بصراحة يعني وشيء حلو كتير يعني فهي بس المرأة هي ما بتعرف شو حقاة هوني عرفت ما في عندها هالثقافة الكافية أنه لتفتح تقرأ أنا شو حقوقي أنه عندها حقوقي بالدستور والقوانين يعني تمام فمن هون أنا بقول للمرأة أني حاولي أنت تشتغيل على حالك سقف حالك مع أنه في ناس طرفت تاني أنه دخلت صارت منصنع القرار مشاركة سياسية في عندك عضو قيادة مركزية للحزب البعث في الجبهة الوطنية في أميرات أحزاب في بكل النقابات والفروع الحزبية كلها في عندك سيدتين كانت فصال فرحة أمينة فرع أمينة الحزب الشوعي عندك براوين إبراهيم هلأ أمينة رئيسة فرع كمان أمينة فرع يعني في وزيرات عنها وبتعرف نازلة نزلي مجد نيازي أول مرة بتاريخ سوريا هي بتأسس وبتقول الحزب سياسي عندك نازلة مين مجد نيازي اسمه لكان مجد نيازي كانت توفت الله يرحمها هاي وهي كانت أول سيدة مظبوط أول سيدة مظبوط أول سيدة مظبوط في قبل مؤسسين بس إن كان هي هادا هي في هال عندك وصال فرحة كانت أقدم محدة حزب الشوعي وبعدين دخلت بس هي أسسات الحزب الشيوعي لا هي كانت بس مؤسسة الحزب الشيوعي لا جوازة خالد بقداشي يأسس كنوي أسس أصلا ببيروت وبعدين كان هو هون أم يفرعو بالدمشيق شايفة بعدين يعني مشوار كتير كبير وحلو جوات كتابك يعني بدي أتشكرك كتير كتير ستهدى يعني وصلنا لآخر برنامجنا للأسف بس أنا بدي حاول أحصل على نسخة من الكتاب لأيدي شاء الله أثناء الحرب شو صار فيها كاتبة عن المكتسبات اللي حصلت عليها المرأة شكرا والمعاهدات الدولية الخاصة بالمرأة هذا كتير يعني أنا عملت محورة تقريبا بالانتظار لحتى نحصل على الكتاب وبدعي كل اللي عم يسمعونا هلأ عبر المدينة نحاولوا يحصلوا على تاريخ المرأة السورية في التاريخ بطولات ومآثر حمير بطولات ومآثر وكان في عندها بطولات للكاتبة هودا عبدالله الشحادة شكرا لك نورتي شكرا لكم شكرا لإستضافة اشتركوا في القناة